أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قصص الأنبياء جدا سعيد بالإخائكم كنا شاهدنا مع النبي شعيب كيف يساهم الأنبياء في الإصلاح الاقتصادي والمالي وشاهدنا مع النبي ساموين كيف يساهموا في السياسة واختيار الملوك واختيار من يسوس المجتمعات ومع النبي داود عليه السلام سنرى كيف يحط نبيه البصمة دياله في الصناعات وفي التكنولوجيا وكيف يساهم في الإختراع وتطوير مصنوعات الحديد آنا بكم منين الجيش ديال طالوت منتصر على جالوت وكانت البداية مع داود عليه السلام ليضرب جالوت بدك المقلاع وضربوا بحجرة ونزلوا للأرض هذا الأمر كان نرفع من المعنويات ديال الجيش ديال طالوت يحجموا وانتصروا بالخيادة دياله ثلاثة ديالناس النبي سامويل والملك طالوت وكذلك النبي داود عليه السلام وكان صغير السن طالوت وفا بالعهد دياله كان واعد أنه اللي غد يخط الجالوت غد يجوجه ببنته داود عليه السلام تجوج ببنت طالوت الكبر وأصبح نبيا وملكا وقاضي وهنا عند بانو إسرائيل رجعت مرة تانية منذ النبي يوشع بالنون يعني كتر من ربعا ديالقرون رجعت والتحمت المرة تانية النبوة والملك ولا عندنا النبي الملك ومنين يعيش بانو إسرائيل تحت رجل اللي كيجمع بين النبوة والملك كي نعدم الظلم وكتنعدم القهر فما بقاش ذلك الملوك اللي كانوا كيقهرهم وكيدلموهم وكيتعدوا عليهم وحاجة أخرى المجتمع كيبقى في الطريق الصحيح كيبقى في طريق توحيد الطريق الصحيح ديال طاعة الأنبياء واتباع شريعة الأنبياء داود عليه السلام حتى هو من الأنبياء اللي نزلت عليه الصحف وكان عنده كتاب لي هو الزبور وكان يتلوك وحتى هو فيه الشرائع فهو نزل عليه كتاب عزيز الله سبحانه وتعالى بشرائع كما عزيز المستخدم منه بشرائع التوراة داود عنده الزبور وحد مملكة بانو إسرائيل وحد قبائل إسرائيل كلها تحت رالة واحدة وتحت كلمة واحدة وتحت قيادة واحدة يقولنا بإسرائيل السلام أنه كان عنده أجمل صوت في التاريخ ومنه كانت داود عليه السلام منه كان يقرأ الزبور منه كان يجوده وتقراه بالصوت الجميل كانت تترب له الطيور ومنه كانت يسبح بالصوت الجميل كانت الجبال كترد ضد موراه تسبح مور داود عليه السلام وهذه كانت من المعجزات دياله وآلنا له الحديد وهنا الإسهام الحضاري داود عليه السلام داود كان يشد الحديد بحل ما نشده الشمع أو رطين الحديد يرتب في يديه الحديد لين بحل عجينة بضبط يعطيه أي شكل بغى وذلك الليونة الحديد في اليد داود عليه السلام خلته يختصر المسافات فيما يخص تطوير مصنوعات الحديد هذا الوقت الذي ستسنى حتى يسخن الحديد ويحمره ويضربه بمطرقة ويحاول إعطيه شكل محين ويسر بما يزال سخون لا داود عليه السلام هذا المراحل لا تعنيه الحديد لا ينفيدي الحديد بحل عجينة في نحن فهنا ساهم داود عليه السلام في تطوير مصنوعات الحديد كانت يدير به مصنوعات كثيرة واختار على واحد الدرع تاريخيا الدرع الذي كان يديره للإنسان لكي يحمره في المعارك والحروب كانت تدير حديدة ثقيلة هنا في الصدر وحديدة ثقيلة مرضهره وخوضة فوق الراسه هذا كله تخيل يعتبر حركاته ويتقل حركاته في المعارك والحروب داود عليه السلام أول واحد في التاريخ كي يدير درع عبارة عن حلقات يلا شتودوك الدروع اللي هو معا حلقات حلقاء معا حلقاء وكله كتلبسوه بحل الطوب بحل ثياب كتلحو عليك هو حديد صلب وكله حلقات هذاك مختراع داود عليه السلام أول مرة في التاريخ الإنسان كي يستعمل درع حديدي درع صلب لكنه مرن في الحركة ممكن تهزدك ممكن تحرك بحل شي لباس وطاقيلة لأنه حديد وفي نفس الوقت كي يحتفظ بالميزة ديالله أنه يحفظ لك الحياة ديالك ويحميك من ضربات الرماح والسيوف وعنده اختراعات أخرى فيما يخص مصنوعات الحديد كانت يقلس في الأوقات الفراغ ديالله ويبدأ يصاب بالحديد ويختارع المصنوعات التي كانت الإنسان كانت يصابها غير بالطين والخشب وهو كان قادر يصابها بالحديد وهذه ممعجزات الله سبحانه وتعالى نقطة مهمة بغيت نقولها أن داود عليه السلام من يخذ الملك والنبوه والقضاء رجع ذلك التوازن الاجتماعي وخلا بين إسرائيل حفرحات واطمئنات من واحد الجهة أن الملكة رجع ثاني لعند آل يهودة فداود عليه السلام من آل يهودة لأنه ما كان شرده منه كان تعين طالوت ملك عليهم هو من آل بن يمين كان زعجاجهم شي شوية فهذه السهمات في السلم الاجتماعي السلم الاجتماعي في القبائل الاثنى عشر كل هذه البني إسرائيل في مملكة بني إسرائيل دار فيها السلم والأمن وعاء والإطمئنان فجمع لهم الله بزاف دي الحويج ما كانوش كي حلمو بيها فعاشوا عصر دهبي مع الملك داود عليه السلام داود عليه السلام كي وصفوه أنه كان قصير القامان ما كانش من طوال عنده الشعر القليل وكان أزرق العينين والنبي صلى الله عليه وسلم كي يقول عليه أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود داود عليه السلام كان دائما كيصلي بالنهار والليل كامل كانت يقسمه تولوت دياله كي نعس فيه والنصف ديال الليل كانت يقيق كله قيام وكله صلاة والنهار كان يصوم الظهر يصوم نهار ويفطم نهار فهو كان يصوم الظهر وكما قلت شرفة بني إسرائيل بداود لأنه عنده كتاب عنده كتاب الزبور داود عليه السلام كان لا يتخلف في أرض المعركة أو أرض الحروب عمر الناس دياله ليس يشدوا عليه ودخلوا معاه في معارك وحروب عمرهم ما شافوه كي يتخلف في أرض المعركة ولكي يرجع اللور فهو كان مقاتل صنديد وشجاع من الطراز الأكبر واحدة من القصص اللي مذكور تفاصيله في القرآن الكريم إن داود عليه السلام واحد من نار قلس كيتعبد في المحراب في محراب والقصر هم يدخلوا عنده واحد جوج ما عارفوا ماذا يدخلوا داود عليه السلام تخلع منهم قال لي وما لكم كونتوما قالوا يا رابب جيناك تعدل إننا واحد الخاضية وكناك تحكم فينا قالوا لي وما لكم مجيتيوش بالنهار في مجلس القضاء قالوا لي رابب تعطلنا وكنا مشغولين قالوا ميانا قولوا شنو عندكم أنتقل الليول قالوا يا نبي الله هادار أخويا وعندو تسعود وتسعين نعجا وأنا فقير وما عنديش عندي غير نعجا وحدة هو يشتحي دهالية ودهالية وقال لي ما عندك ما تدير بها قد تم خارج ترعاها ومصدعنا على نعجا وحدة ما عندك ما تدير بالنعجا عندي تسعود وتسعين أعطيها لي أنكمل بها مياه وخليني مبدأ نرعاها قالوا واحد نرشيت لعندو وقلت لي قل لي قالوا الله ما عندك دهالية قالوا فين عندك نعجا أعمرني ما أخذتها أخوان ما عندك نعجا أنا صاحب النعج أنت ما عندك شي حاجة ديك الساعة داود عليه السلام قالوا إلى الله أضلمك من أنت دالك النعجا وبدا يضعي داود يقول لي أحيانا الشركاء يخدعو الشريك يخدعوه ويطمعوه فيه في الممتلكات فقالوا أن الشركاء عندك سحراء أحيانا يضلموا الشريك وهنا نقذ هذا الأخ الأخر اللي كان ساكد قال له يا نبي الله حكمتي بلا ما تسمع لي يا مازال ما تسمعتي مني فهنا مباشرة النبي داود عليه السلام عرف بأنه خطأ خطأ فادح كقادي عادل مفروض تسنط للطرفين وتعطي فرصة للطرفين وتسمع الرواية من منظور زاويتين تسنط للجوج عاد دكسا تستر الحكم فهنا غرط داود عليه السلام فدكسا أخر سنجدا سجد الله سبحانه وتعالى واستغفر الله ومباشرة الله تعالى أخفر له لأنه عرف الدم دياله فمباشرة نزل للارد وسجد الله سبحانه وتعالى وطلبه المغفرة والله أخفر له وعرف بأنه دار خطأ فادح النبي داود عليه السلام كان عنده كتر من زوجة ومعروف أنه شديد الغيرة على الزوجات دياله كان وسط المحراب في القصر دياله فيما كان يجتمع مع الوزراء ومع المستشارين والقوية العسكريين وكان وسط القصر دياله بناية فيها غير النساء وتهية محوطة بصور مكترة الغيرة دياله على النساء دياله واحد نار النساء دياله وسط القصر دياله هم شافوا واحد الرجل في الوسط ديال القصر واقف كيشوف وما كيهضرش قالوا او ناري اللي مش احتشفوا داود غيش الدوغي طراف طراف داود اللي كي غير علينا ما كيبغيش رجال حدانه بدأت لنا ناضي صلاح في القصر ناضي الهضراء عند الخادمات الخادمات والخادمات 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 ووصلت خارج أسوار القصر ديال النساء ووصلت الهضراء لداود عليه السلام داود جايكي يجريف دياله لعمر دياله مئة سنة بالضبط قالوا شكو انت وقدرتي تنقصي الصور كيشوف فيه ذاك الرجل وقالوا انا اللي ما كيخافش من الملوك وما كيقفوش قدام الحيوط دياله الساعة عرفوا داود عليه السلام قال لي انت ملك الموت جيت تاخد الروح ديالي تقدم واخدها انا لا اما ما عندي تشي اعتراض وهكذا ملك الموت تاخد الروح ديال داود عليه السلام ودفنه ولده سليمان عليه السلام وهكذا كانت القصة ديال النبي وحد مملكة بنه اسرائيل وجمع مرة اخرى بين النبوة والملك وكان قاضي عادل وقوتي الزمور وعاش بني اسرائيل في ظل الحكم دياله العصر الدهبي وازهل ايام وازهل السنوات ولكن كيعجبكم هذا المحتوى هذا ما تنسوش تديروا الاعجاب ولكن كنت جديد على القناة تشترك معنا كي يأتيك جديد قناة داالخبر نشكركم على المتابعة كان لكم عبداللطيف الى الحلقة القادمة من حلقات قصص الانبياء اشتركوا في القناة